إلى صحيفة ياني شفق التركية شولتس أمن الطاقة في ألمانيا مضمون خلال الشتاء أعلن المستشار الألماني أولف شولتس الأربعاء أن منشآت تخزين الغاز باتت ممتلئة بشكل كامل مؤكدا ضمان أمن الطاقة في البلاد خلال فصل الشتاء المقبل جاء ذلك في كلمة أدلى بها شولتس أمام المشرعين في البرلمان الألماني حيث دافع عن سياسات حكومته في إطار استعراضه لأدائها ورفض شولتس انتقادات أحزاب المعارضة بأن الحكومة لا تتخذ الخطوات اللازمة لمنع نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي في الشتاء وأضاف منذ عام مضى كانت مرافق تخزين الطاقة لدينا فارغة اليوم هي ممتلئة بشكل كامل وأشدد على أن حكومته لا تتحدث بل تعمل مشيرا إلى اتخاذها الخطوات اللازمة لإنهاء اعتماد البلاد تدريجيا على واردات الغاز الروسي وفي السياق لفت شولتس إلى أن الحكومة أعادت تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومدت عمل آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد حتى منتصف إبريل نيسان 2023 عشر إلى أن حكومته ستعمل أيضا على التأكيد أو التأكد من أن الطاقات المتجددة وشبكات النقل الضرورية سيتم بناؤها بشكل أسرع من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر